اليوم سوف أشرح لك السبب الأول بعدم تطور العضلة السلام عليكم شباب بفرق اليوم من A.K.A. Scorpion واليوم رجعنا بموضوع كل شيء مهم موضوعنا اليوم هو الارتباط العصبي العضلي او بالانجليزي Mind Muscle Connection واني نسمع عن هذا المصطلح ولم نعرف بالضبط شنو هو وشوان نستخدمه نجاو المرة على فتشيء كلش بديه واللي هو انه انت بالتمرين حتى تكبر العضلة لازم العضلة تشتغل لازم العضلة تتقلص فاذا اذا العضلة كانت مدى تتقلص اذا مرح تتطور صحيح فتشيء بديه كلش لانه اذا عضلتك اصلا مدى تتقلص لا مرح تتطور لانت اصلا مرح تتطور هذا ضروري تباوع علي بالتمرين هذا ضروري بانه تمرينك لازم دائما تركز على هذا الاساس راح تقولي اكيد راح تشتغل العضلة لانه ودعما يدى اصوي الحركة ما تمرين راح تشتغل صح؟ لا مو صحيح كل ما تتقدمها الرياضة كل ما راح تعرف بانه صعب كلش بانه تشغل عضلة واحدة بس الجسم نوعا ما هواي عضلات الطب الموضوع حتى تسوي فتحركة واحدة لذلك عدنا فتشين يسميه اللي هو المحرك الاساسي والعضلة الرئيسية بحركة معينة وتجيوا اياها اللي هي العضلات المساعدة اللي راح تشتغل حتى تساعد ابسط مثال خلنا نقول بنش بريس من تاخذ انت بنش بريس العضلة الاساسية المحرك الاساسي منه الصدر صح؟ والثانويات العضلات الطانية اللي تساعد منه ترايسيبس الامامية من الاكتاب هذان سيكون عضلات ثانية مساعدة اذا انت مدى تعرف شون تقلص صدرك اذا انت مدى تركز ومدى تقلص عضلت الصدر راح تبدي العضلات ثانية الطب وتاخد دور اكثر مما المفروض تاخذه لانه دا تركز بس على الوزن دا تركز بس على الدفعة يعني الحركة ما لتمرين وبالتالي دا تنسى بانه انت لازم تقلص عضلت الصدر فهواي ناس يمن يطب للقاعة يركز على هذا الموضوع يركز بانه يدفع الوزن وانه يجب ان يسوي الحركة وهاها انا دامنا اقول بانه اكثر فرق بين انه انت تدفع الوزن وانت انه تتمرن اللي يدفع الوزن بس مجرد انطيته فد وزن معين وانطيته نقطة اي نقطة بي ادفع الوزن من نقطة اي نقطة بي ميهم نيشتش تستخدم عضلات رئيسية مساعدة ما عرف ان تتتحرك لهاذا الوزن بينما شخص اللي يتمرن خصوصا كمالاتسام لازم تتقلص انا من نجي اريد اتمرن صدر ما اريد الترايسبس للطب المنبوعة اريد اقلل الترايسبس شقد ما اقدر اركز على صدر شقد ما اريد فدعم اقول لك انه لا تتمرن قوة بدنية وانت تريد كمالاتسام لا تفكر بانه انت تدفع اكثر وزن ممكن من نقطة اي نقطة بي وانت تريد جسم حلو من تدفع الوزن من نقطة اي نقطة بي وما يهمك انت يعظة اذا تشغل انت هنا صارت لعب قوة بدنية ليس لانت تفكر وانت تفكر ان انت لازم تقلص العضلة فالسبب الاول بتطور العضلة بان انت لازم تقلصها لازم تحصرها لازم تركز بها كما تقدر شوفك هسا مثال المثال تريد تقلص العضلة شوف انت تجد وزن ومن داروح موضوع انت باع داروح اذا تقول اوكي تمرين طبيعي الحركة طبيعي حركة كاملة وما بها ايشي صح لكن مدى اعصر العضلة مدى اقلصها كل الان استخدم ومدى استخدم عزم ادفع الوزن بالبالي ادفع القوة ادفع الوزن مثل ما شفت لانه حاطى الوزن بكرة كلها لكن هل تستفاد حتى تقلص العضلة تقلص التقلص القوي يجب ان استخدم اول شغل العزم استخدم ضهري اكتاف حتى ادفع الوزن لكن لو اريد انه اطور العضلة اريد كما الاتسام لازم انه اعصر العضلة لازم ابطئ الموضوع لازم افكر بالترايسيبس نفسها فشوفها ثاني قللت الوزن للنص بالضبط بالنص الوزن وبديت اعصر العضلة شوف العضلة شون حتى شكلها دا يطلع العضلة شون دا اعصرها شقد ما اقدر وعلي كيفي ودا اركز بالعضلة شقد ما اقدر هذا هو تمرين كمان ادسام هذا هو الفرق من اقولك لا تدفع وزن لا اتمرن حتى شوف انه بديت من ابديئة عضاني قامت تحرقني اكثر هواية فهذا الفرق هو فلا داما تفكر على الوزن فكرا بان انه انت تأصر العضلة الغرض من هذا الموضوع اللي اقصده بانه اي تمرين عندك لازم تأصر العضلة لازم تفكر بالارتباط العصر بالعضلة اللي هو المعين مسل كنكشن لان هذا هو الاساس قبل لا تفكر زي التمارين قبل لا تفكر زي الدفعات تكنيكا دروب ست سوبر ست معروف شنو تضرب همارتين ثلاث مرات باسبوع قبل كل شي تسوي تشوف انه انت تقلص العضلة لو لا فهذا هو السبب الاول بتطور العضلة فدائما من اقول ركز بالتمرين هذا اللي اقصده هواي الناس اللي يتمرنون ويبقوا عيشوفوني اتمرن دائما انا اعصر اعصر عبالة انه الوزن ثقيل لكن هو الوزن من قصة انه وزن ثقيل وانه انه مدى اقدر لكن بس مجرد انه ده عصر ومن نقول ارتباط عصبي عضلي يعني شنو احنا نعرف بانه العضلة هي جندي مثل ما احنا اتفقنا بفيديوهات سابقة والقائد مالته هو العصب فالناقل العصبي اللي يجيك من الجهاز عصبي المركزي ويروح العضلة حتى يقولها تقلصي اذا كان هذا الاعاز ضعيف اذا العضلة لا تقلص فكر بها انت عندك خلي نقول فاصيله من الجنود اذا كانت القيادة ضعيفة الجنود بعد ما احد رح يستجيب ما احد رح يطيع الاوامر ما احد رح ينضبط اي انضباط ماكو اي تطور بهم ماكو نفس الشي اذا كان العصب عندك اذا كان العصب عندك ضعيف فالعضلة لا تقلص لا تستجيب العضلة فضروري ارتباط العصب العضلة يتقوي حتى التطور يكون احسن احطيك في المثال صغير مني شوف اكثر عضلة عندك جسمك انه تتطور بساع وشوف اكثر عضلة عندك ما تتطور قارن الاثين حتى عاش تشوف باذا العضلة اللي عندك تتطور بساع تحب تتمرنها مني تقلصها عبالك تصير العضلة العجارة ليش لانه الععاز ماتك كلش قوي بحيث من تأصرها تأصرها العضلة كلش قوي بينما العضل الضعيفة اللي انتتطور عندك منتحس بها هواية حتى تمرينك تكرها بها ليش لانه متتحس بها فاذا متحس بالعضلة شون تريد تطورها فضرور ضروري انه لذلك تفكر بالوزن قليل وزن ماتك وفكر بالعصرة فكر بالتقلص مع العضلة فهذا هو السبب الأول بتطور العضلة إن شاء الله تكونوا إنه استفاديت وأتمنى من أنه تتمرن ضروري تركيزك يكون ويا العضلة ماتك ضروري تكون تركيزك بسيت حتى تعرف إنه أنت تجده تقلص فهذا اللي شعني عندي في هذا الفيديو أتمنى تكونوا استفاديتوا من عنده شوفكم إن شاء الله الفيديو الجاية اشتركوا في القناة